عسلامة عسلامة شنحوالكم إن شاء الله ياربي تكونوا بألف خير ونعمة ناس الكل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبي أجمعين نهير جديد معايا وفيديو جديد غضايا فيديو نهار لحد أكهو اليوم آخر نهار في العطلة بش نرجع صغيرات يقرأ وبش نرجع لجري وللمسأوليات وللمتحانات إن شاء الله ياربي يقدرنا ويعطينا القوة الناس الكل إن شاء الله ياربي مع صغيراتنا وربي ينجح صغيراتنا يا ربي حصلوا قمت الصباح ما تتطوروش قديش فرحانة اليوم وإني حضر في فطور الصباح قلوا لي عليش ترى أغذروا هكا عليمين وتتعرفوا عليش تنعكي لكم حكاية الكافيتير اللي موجودة في الكوجينة عندي تعرفوا عروسة عروسة على حالها في الكوجينة والله على ما آني فرحانة باعة على ما آني متمنيتها في الكوجينة متمنيتها آني وراجلي والله متمنيتها آني وراجلي في الكوجينة فرحانين بها على الأخر حسيلوا باش نحضر عملت 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 المدة هذي كلنا عملوا في الأوملات آآ مش المدة هذي كلنا عملوا في الأوملات آآ مش المدة هذي كلنا حالة نهار غب نهار كيك نعمل في العطلة عيني وسيلم في الأوملات فرق كبير صدقوا بالله يمكن في النهار يعني رجل نشرب بسطاق هاوي هي اصلا تقطر لك شوية مش برشف كيس تعمل دوبة شوية بالحق اللي احب القهوة ننصحكم تاخذوا حاجة كما هي تحط فيها القهوة وتقطر لك القهوة وتعصر الهيل كما نحكي الكمش الكافتير هادي وصلتني مع انت كوثر ان شاء الله ربي يخليك لي وما يحرمني منك وان شاء الله يعطيك على قد قلبك لبي وربي يخلي لك صغيراتك اكيد المتابعني يعرفش كون كوثر وجيت بحذي المالي فيت وهي بشترجع بحذي ان شاء الله اخر شهر ان شاء الله يا ربي تجيب بحذي يا ربي على قريب حصلوا بعثتي الكافتير هادية اني بعثت هالي معناه شوفوا هي خطرها تروح على الطيارة وهدي معناها وهدي ورزينة شوية بعثت هالي معشكون من عائلتها و هو جاب هالي معناه وصلني كافتير قبل ما تصني كوثر ما تتصورش قدش فرحت به معوني ما كنت نتصور انه عندي الحاجة هدية في كوجينتي الحقيقة حبيت على معناه كافتير وتمنيت الكافتير تتوجد معناه في ركن القهوة عندي وخذي لي راجلي هديك اللي بالكابسول اللي بنيت تاسيمو اما ما هيش ابنينة الحقيقة كونوش تاخوا هيك نوعية به متى قهوة وتعرفوا قدم يعني وصلوني برشة لحقيقة صحابي بتطائم انصاف صاحبتي دي ما تجيب لي الكابسول وكل واني نشري زده عندي صاحبتي ذكره ناخو من عندها زده تجيب من فرنسا نشري من عندها وفيما انواع اخر مرة انصاف جابتلي نوعية متى كابسولات ابنين لحقيقة اما بل يكون عرش نحسها ما هيش شكل معصور عرفتوك القهوة قهوة وهاني من نوعية اللي نحب القهوة اللي قوية معناها نحب كتبتو تشع في كيس تحسها كقهوة محليها حاصيلوا شابتي لغل الكافتير هدي بالحق قد بنحكي لكم على فرحة بالحق البنين خاصة اللي يعيشوا في تونس ما تتغروش بها كان عندكم مش كون بش يجيب لكم الكابسولات متاع كيف الكافتير متاعي تاسيمو ولا فما اسبريس ولا فما همه برشا انواع كما تتغروش بالاسوام ساعات تلقاها رخيصة تلقاها واحدة تبيع فيها رخيصة اما اقل حساب في الكابسول خذناها ظهر لي وقتها 250 هدية والكابسول متاحها وقتها معناها يتكلف وفهمتو تصور انتوما كمش اقل حاجة بشيخو زوزباكوات 50 دينار 50 دينار كيف تستعملها كل يوم كيف حتى جمعتين معناها ولا زوزباكوات كيف حتى جمعتين بالضبط خليني من استعمل هكذا مقادة مستحفظ عليها على الأخر نحب هيك كيجي بحدها حدول نبدأ عاملة كيف على القهوة نستعملها ننصحكم بالحق ليعيشوا في تونس وليحبوا هيك القهوة قهوة هذية تأخذوا هذيك لتعصر معناها لتحط فيها سيسمها ديلانجي ولا سيسمها الماركة متاحها ديلانجي هيك غالية شوية الحقيقة غالية شوية هي هنا في تونس ريتها معناها 300 في زن مستعملة 350 مستعملة 350 هيك فيها تحط تحط ترحي القهوة أما حاجة باهية في الكوجينة حاجة طيارة على الأخر القهوة حصلوا رجلي الذوقها البارش أصحاب وقالوا لي شكري ليس نرمال لديك وليس نرمال تلمان بنينا ليس نرمال وزيد القهوة اللي بعثت هالي هي زادة بنينا على الأخر ماركة متاحة بعثتتلي قهوة بعثتتلي سميد بعثتتلي فارينا قلتلي زادين نعرف اللي ما عندكم مش غاليكا في تونس ربي يخليك وربي يعطيك ما تتمنى يكوثر محليك ومعزك ومطيب قلبك والله ما تتصورش قدش فرحت بها وقدش بدلتلي هيكا في نفسيتي وليد كون الصباح ونقوم نزروبا نحب نعمل قهوة العشية نزرب بش نعمل قهوة راجلك يقول لكم بل 4 قهوة و 5 قهوة يعمل فينها بطبيعة هو منول جي نفحة الواحد ومن بعد بطبيعة قهوة صباح وقهوة العشية في السهرية نعمل قهوة وكما قلت لكم هي طهبت طهبت كمية صغيرة مش كمية كبيرة وراهو اللي بنات على فكرة رهي القهوة موفيدة رهي مهيش مضرر برشة ناس يمكن استعمال هي اي حاجة في الدنيا كي تستعملها برشة تولي مضرر لبدنك اي حاجة في الدنيا كي تستعملها برشة تولي مضرر اكيد لازم معناها التوازن يقولوا هنا راهي القهوة مهيش مضرر ادخلوا واشرشيوا اني عدي شكون في العيلة مريض مريض معناها هيكا يعدي عند طبيب هيكا نفسين كل شيء قالوا اشرب القهوة قالوا خوذ مرة معناها قهوة الصباح خوذ قهوة يعني خاصة انك اتخذها قهوة بلس سكر اه بها وزيدوا ادخلوا وشوفوا بطبيعة استعمالات هالبرشة نحكي على قهوة مثل مش علي كل نسكا فيه ولا كل حاجتها كوما حصلوا انا الحق مد من قهوة خاصة انا معاها هيدي عاد بنحكي لكمش اكا هوا بش نظم الكوجينا عاد قومت هيكا فرحة انا بالكوجينا نحب هيكا نظف الخايم البارح البارح سبت عديتو في دار احميتي ما طيبتش دي جا خرشت صبحية كاملة خرجت روحت للدار عملت تنظيمة للدار ما كما تعرفوا صار عادي مرية سلمة وكل شي نظمت شوية الدار و ما طيبتش لحقيقة جاوا 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 معناها اخوات راجلي وكل شي تعشينا مبعضنا و تعشينا مبعضنا وكل شي وتلمينا ما صورتش ما صورتش انهار سبت حضا انهار لحد كهو فازيت عادل كوجينة الحقيقة ما هي شكل منظمة كتنظيمة البارحة سالم كي نقولكم سالم كبلي كسلة حليب سالمة كبتلي كسلة حليب وانس كب كسلة حليب واني كزازوه ديكا لشيتها جديدة على ما هي خفيفة في سامة تقلب كي تبدأ فيها شوية حليب تتقلب اني سخن فيها لززوه ديكا وهي تقلبتلي لحليب الكل كي نقولكم الكوجينة لكل هي حليب كل هي حليب كهو لو واحد حصيلو عملت صيقه به الكوجينة بالجفيل ودينول واني نحكو نعود حكيت تلهيت بالقاع نظفتها عملت الفرجيدير وقلت تهو غدوة نعمل الخايم بالبيه وننظمهم بالبيه كهو قمت حصيلو هيكا متشجع عليك و جينا نحب نعمل ركن القهوة ننظمو شوية هيكا وكنت باش نبدل باش ننحلك في تيارة الاقديمة متاعي بعد بعد قلت يخلي نكمل الكابسولة اللي عندي خطر عندي كابسولات برشا نكملها من بعد من بعد ان نحاها نخبها هو كان مدها متعكيف من تعمل رأسك من تجوزتها تماما تحضر الكابسولتك إذا كان او الاخر الكابسول تعمليك يعجبوني تعطي كابسولتك من العجبوني تعطي كابسولات برشاكل لديها جمع من التجوز Similar لديها الكابسولات باهين فيها بتاع الشوكولاتة وكل شيء فيها تاي زي دا اللي كابسول متاع التاي او كتقعد تصلح معناها هيك تصلح اما في معناه اني هيك نسرب قهوة باش الواحد يعمل راسه الصباح ناخد القهوة الاخرى مسحت البرتية هديك والاخرى وطواجهت للركن متاع القهوة باش نمسح هديك الركن متاع القهوة ونحطها هي تقريته هيك حطيتها في اخر الحيطة وباش نعملها هيك في الاكوان يعني نحبها في الاكوان خير كنحسها غاديك مظلومة ولا كيفاش الدنيا الحقه مظيفة اما شفتم لازم لازم هكا كمثال كينانسا اما شفهك محلول متاع الكوجينة ولا حاجة تدخلي شوية غبرة دي ما ايديا في الحاجة والحاجة راو كي تبدأ هيك البنت مارون ولا حاجة غامق قارت واللنيش والركن القهوة ضيا كل شي ما ولونه غامق فما يظهر ليش لوس اخر جملة مش كمال مش كمال البيض يوسيخ على الاخر خاصة عاد تبدأ تعمل في القهوة وكتل قهوة تتشع لي حال اصلا اما كي تبدأ هيكا حاجة غامقة ما تظهر فيها حتى شي حتى كي تنسى جمعة وجمعتين ما تعمل هيش ما يصير حتى شي اكا هاو مسحت بلايسك الكيسين مسحت الكافيتيارة ونحيط هذوك البلاسك الساعتك التقطر فيها القهوة خصلتها مش ركبها دو مربوطة بالتركينة هذية متع القهوة على البريز خطرة عندي البريزات لهني رجعت لهم هذوكم خطرة هذوكم يتخسلوا اتنحا ويتخسلوا متاح المزوز والاخرى كي ما قلت لكم ان شاء الله كي نااا كي نكمل كابسول اللي عندي نخباها وهو كي النقعة دي معناها كي هيكا نشتهيها متاع هيكا نصور بها هيكا محلية تبدأ هيكا تصور تعجبني اني تصويرها متاح الكافيتير كي تبدأ هيكا القهوة الكيس قاعد يحضر لك تعجبني حتى في الفيديوهات هيك على هيكا فيديوهات محلية هم يبدأ متاع القهوة متاع كيف معناه متاع كيف تعجو وتقعد الاخرى هيكا استعمالتها للصبحية اكا هاو مسحت الكوجينة وانو هيكا حسيت براحة كبيرة ككملتها والدنيا نضافت هيكا عندي والكوجينة هيكا نضيفة كما اني نحبها ونحب الكوجينة تبدأ هيكا معناه كل حاجة شده بلاسة ثمانية ساعات مثال نتلهي فده الكوجينة هاوكا نبالفة طبرة هاوكا نمسح الجاز النخص المعون معناه منعملش كتنظيفة الباهية هيكا كل شي شده بلاسة وكل شي كان اللي كنت حطته في الحقر خاماتي تنحق كما زايد الكل كما الاشواره كما الناعصر بلاعصير كل كل هذاكا كل خبيته اليوم خاسي لو اني بشان طيب الفطور قلت اليوم عندي نهارين ما طيبتش ايمس ما طيبتش كما قلت لكم اخرجت وطيبت في وطيبت في وطيبت في في در احماتي وقبلها بنهار زندهار الجمعة نهار عيد ميلاد سلمة ما طيبتش اا قلت اني بعد نهارين فمش تطيب لازمتي اليوم طيب حاجة حاجة باهية معناها وكل والتي تعملت كسكسي بالعلوش هو كم تعلمه برغم انه راجلي اليوم يخدم له محالة اما ننسى اشغلت هو كاف الليل كيف يجي يلقى يلقى فطور باهية معناها اكا هاو كملت الكسكسي مش نعمل كسكسي اكا هاو مش مش نعمل حتى شي اخر حتى حبيت نعمل السلاطة حسيت الخص عندي درا كيف انه ترفع عندي توا جمعتين اخر مرة ما اللي مشيت المرشي مع راجلي ما قضيتش توا داخله في ثالث جمعة حتى اليوم نرمان مو مرشي زادة ما مشيتش ما قضيتش كانت راو في السيكة الحليف الكوجينة ديك اجبت هلي بودور صدقوني كيفكم لعندي حليب لعندي شي هي عندش كون في العائلة عندو معناها عطرية جابتلي جابتلي ستيكة والله ربي يخليك يا بودور ربي يخليك لي نقضتني حاصيله خطر نهال نهال اللي عملت فيها معناها قدتوا بتاع سلمة حتشت للحليب وكل ولات جابتلي حتى المرة اللي فاتتها جابتلي حليب اني استعمل فيها حاصيله كل مرة من عندش كون مع ضغط غودة ربي يفضلها من عند ودور واني هيك هيك حاصيله كل مرة حد يجيبين لحليب ربي يكون في العونق اهو الاني اخرجت للدراس باش نعمله تنظيفة نصيقه شوية قلت على اقل يتنحى كل عجاج البريودة هي لكل الدنيا كل عجاج وريح اصلا هو اليوم معناه عجاج اه الدنيا عجاج اما بصراحة ازروا الكوش متاع الغبرة اه كنحل هيك باب الكوجينة كل يدخلي نحس نحس الكوجينة ما هيش نظيفة كي بدأ تيراس نظيف نحس اه الدنيا نظيفة المدى اللي فيت مطر وريح وكل ما عديش وانا عصيله المنشر اللي اني لاذاك المنشر اللي واخذته في الدار ننشر عليه تباش فيه معبي واليوم هيك صبحت البرح صبحت عطيت لاناس ولدي انشار لي في الحبل هذيق نشران بتاع وذك ان شفتوه هكا النشران من المحلة مش ظاهر في الكاميرا ما حصيروا نشران ولدي انس ومنجا مش ينشر على منشر الاخر ساعتك يا اخو ينشر لي لهني اني من خطر ما عادش ان ادخلوا برشة تيراس هذي اوليت اه مهم لده شوية لحقيقة نحسوا ما يقاعدش في بنات في الفشتي مظلل ريتو كيفيش الظل مظلل هيك تحسوا بيرد شوية نقعد في صباح ابرك كتزرق فيه الشمس وبعدها تحسوا ظلوا لحقا اني نحب نحب قائم معناك نقعد نقعد نحط التلفزة نحط فيلم اه نتشجع به تيراس كنا مع حد دواء جيدة في الربيع بالحق القاعدة فيه تحلى علخ الربيع مشكيف حتى كي تقعد مع صغارك العشية النهار اطوال نقعد لهنية نقراه لهنية كل شيء في الصيف زادة اما في الفشتي تحس بيرد معناك نتشجع مش تقعد البره نتشجع مش تحط كرسي وتقعد البره كونش تبدأ هيك زرقة فيك الشمس نتصور هيك في الربيع تولي القاعدة في محلة المدة هذي كل مهم لتو الحقيقة او كانت فكره ساعات نخرج هيك شويا تحس لخضار محلة يرتح النفسية والاكثرية في الصالة نقعة في الصالة نحط فيلم اني اصلا ما نلقاش وقت وقت فراغ ما نلقاش او كان نلقى وقت نحط نتفرج في حاجة في التلفزة وقت فراغ ما نلقاش خرجوا هوم لي و هني باش نصيق البركونيت و الريح كيفيش هزت في العجيش حالة حالة اللهمت هذية دي جاد تتركز و شوية تحسوا الامراض تكثر في بريد هذي مع الغبيبر والريح وكل تحس حتى الامراض تكثر هكا هو الحمد لله لحني كملت عادي شوية تباش زي دا دخل وهولي الصغار آآ قشر وهولي الصغار المنشأ اللاخر الداخل فيه تباشوا متاعه و لامس خفت كان باش نخرجوا البره للشمس باش يتكسر يطيح يتكسر المنشأ في بالسيف شادد شادد روحه ولد خليطه لداخل وهو كملت انشرت فتيراس عندك يتصب ليمات تجي تصب كافية منطر وكل لكي يجمل لاني قرميتي جرينات فلفل في الكوسكسي وحطيت الزبيب وحطيت الفلفل لكحل محلية مضافة وكاحساس اخر مازال عندي الفول حق نحب نظمه وان شاء الله مرة اخرى لاني قد لكم حطيت الكافتيارات الزوز حتى اللين بريد اخرى ان شاء الله نخبها الاخرى نخليها متاع كيف هي دي جلب الركن هذي متاع هيك كوان كافي معناها عادي حتى يبدو زوز كافي تيارات عادي ميقلقش لاني باش نسقي الفطول لس باش نحط شوية جالة كوسكسي بتاعنا وحطي نخليها نعود ان السخنه في الليل ونعود ان سقيم له جديد بش يبدو صغون في العشي ناخو شوية هيك زيت نبسس به الكوسكسي وبعض نكمل نسابله السوس احنا نحب الكوسكسي يبدو شايح يبدو هكا مبسس على الاخر. اني قبل كنت نحبه راوي لحقيقة من عرش عليش تبدلت وليت نحبي ياسر الكسكسي يبدأ هكا مبسس ويبدأ مستحمر محليه هكا قبل قبل نكفله برشا للسوس بعد العشية حصلوا عود طيبة اخر ما ما كفاش الكسكسي مش الله كلينا وفي العشية زيتها كليه زيت طيبة وعندي السوس بزيد وعندي الحم بزيد زيت في الليل طيبة كسكسي اخر ما طيبتوش طهلي جمعة دي الكسكسي كاوش نحط لأضمع للصغار عندي سلمة ابرك تقبل تقبل الحم اما انا سولدي جملة ما يحبوش بالكل وسالم كل مرة هو 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 مخه ما مرة يأكل مرة لا ما نسولدي جملة حبت جياج يحب الحوت اما الحملة اما ابرك انو يأكل ماكلته خطر رب صراحة اني قبل نبدأ نستغرب في في الانسان اللي ما يأكلش العلوش ما نستغرب منه عالاخر اما لقيت ولادي هكا اما ابرك ابرك اشخلاني ما نطيبوش منطيبوش معني نطيبو مرة بعد قداش على خطرهم هما هكا هو اللي هني الفطور احضر مش نخلي كوسكسي هكا يل منذكر عليه الليل وكملنا فطرنا لبنات والحمدولي يا ربي يقول له هني بعد ما ارتحت شوية بطبيعة ودوشت للصغار مفهمتش علي اني انهال لحد متسمي عليه الدوش فاسروا لي عليه ترى تحسوا انهال لحد حمام يتحل في الدار ولا ليه بالرغم انو في وسط الجمعة رهم يدوشوا سلمة دوشت في دارنا وانا زادة قلي دوشت وسالم زادة دوش له في وسط الجمعة وراجلي قتلوا هزه 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 حجم لهم قالتو نهار ثلاثة قلت لقد قمنا من خامل وقلت لازمتني لعدوش يدوش لنا لحد من عمل حسروت دور أدوشي نهار ثلاثة كبير على حساب يلعب وكل لازم يرجع مدوشين. عاد العيلة كامل نتدوش نهلا حد برغم انه في ست الجمعة كيف مقاطلكم اكيد فما دوش وكل شيء. هو حاجة اما لازم نهلا حدك يا حمام بتحلو في الدار لازم حاصيلو. حضرت قهوتيو هني عندي شوية اخر طرف متعجدتو اه قعد لي حطيتو حطيتو وعندي شوية متع بسكوزادة اخر كعبات حطيتهم. كهو ان شاء ها جمعة هديا نزيد نعمل منه البسكوي هذاك اللي عملتو معاكم بالزبتة خاطر بنين بصراحة ومحله يبدأ في الدار موجود. صغير في كل وقت يمد ويأكلوا معنا متحيرش معهم في لومجة في فطور الصباح متحيرش معهم. اما وفالي ان شاء الله تنعمل منه كعبة اخرية. وبما انه اخر حاجات عمدي في الكوجينة تحطط في العشوية قاعدة تنحمم غضوة فطور الصباح شنو بش يفطروا. ما حبيش الحقيقة نخرجهم يشريوا الخبز ولا حاجة خطر ساعات معناها نحضر الخبز من قبل بنهاره وغضوة نسخنه لهم. اه ما حبيش نخرجهم كما قدركم دوشو. اكاها وليد قلتي. اتونا عجينا بتاع ملاوي وغضوة صباحة نقوم نعمل لهم لملاوي مدام عندي سميد. جاني من فرمسا سميد. والله عايشك اي كاوتر والله. اكاها وقعت نشرف في قيوتي. ما شاء الله عليك القهوة والله. واحدة يا صغيراتي حطينا بش نحطو بش نحطو فيل. كيكسة نستهم دي ما نهار اه نهار سبت تحد كيكفة اللي نهار سبت ولا جمعة في اللي نحطو فيل. ولو ما دامن هيك العشية قطلوا وغطلوا ما نحطو لكم فيل. لاني عجنتها لبنات العجين امتاع الملاوي هوكا حطيتها في قر الخامة غضوة صباح نقوم من نحضر معناها نركحها. وكهو. على خير وبسلامة.